اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشل الفروسية وسباق الخيل ان الجهود مستمرة تعزيزا لتنافسية مملكة البحرين وترسيخ مكانتها على الخارطة الرياضية الدولية لسباقات الخيل بما يسهم في تحقيق التطور النوعي المنشود لهذا القطاع مشيرا الى اهمية البناء على ما تحقق من خلال مواصلة تطوير قطاع سباقات الخيل باعتباره احد القطاعات الرياضية الواعدة التي تحظى باهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السموب الملكي الامير سلمان بن حمد اهل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى حضور سموه سباق كأس البحرين السنوي للخيل ضمن فعاليات مهرجان كأس يوليو المقام على مضمار نيو ماركت بالمملكة المتحدة الصديقة حيث اشار سموه الى ان هذا الحدث السنوي يأتي امتدادا لما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات متينة ممتدة في التاريخ اسهمت في توطيد مسارات التعاون المشترك في شتى المجالات لافتا الى ان استمرار تنظيم سباقات كأس البحرين داخل وخارج المملكة يبعث على الاعتزاز لما تشهده من مشاركة واسعة وحضور متميز للملاك والمدربين والفرسان من حول العالم معربا سموه عن تقديره للقائمين على تنظيم المهرجان لجهودهم التي لها الاثر في تحقيق مستويات عالية من التنافس بين الفرسان والجياد المشاركة هذا وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس البحرين في الاشواط الثلاثة التي اقيمت خلال السباق وبمشاركة مجموعة من الجياد التابعة لاستبلات وملاك من مختلف انحاء العالم كما قدم سموه الجوائز الى المضمبرين والفرسان الفائزين بالمراكز الاولى في اشواط كؤوس البحرين متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتوفيق ويعد سباق كأس البحرين السنوي للخيل من السباقات السنوية المهمة ضمن روزنامة سباقات مضمار نيو ماركت حيث يقام وسط اجواء من الاهتمام الاعلامي والجماهيري الكبير من جمهوري ومتابعي رياضة سباق الخيل من مختلف انحاء العالم ترجمة نانسي قنقر